السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بن تابي بكر الآن في زماننا هناك مدعون منهم من يدعي أنه الإمام المهدي ومنهم من يدعي أنه ابن الإمام المهدي ومنهم من يدعي أنه سفير الإمام المهدي ومنهم من يدعي أنه الممهد للإمام المهدي كاليماني أو الخراساني أو المغربي ومنهم من جمع الادعاءات في واحد فقال أنا ابن المهدي وأنا وصيه وأنا أول المهديين وَأَنَا الْلَيَمَانِي وَأَنَا وَأَنَا وسمى نفسه بماذا أحمد الحسن وهو على ما يعرف أحمد إسماعيل قاطع أو قواطع السوالمي موالشكل؟ والغنم كثير هناك غنم بهايم يروحون يسلمون أنفسهم بلا برهان وتجدون أن الصفات هي الصفات يعني إذا كان جعفر هذا الكذاب يقوم ويستل مفهوما دينيا يضعه في غير محله للخداع فهذا يقوم يفعل نفس الشيء يأتيك برواية المهديين مثلا من بعد الحج عليه السلام ويطبقها في غير موردها تلك الرواية تتحدث عن زمان بعد ظهور المهدي الثاني عشر صلوات الله عليه فهو إلى الآن ما ظهر فكيف تضعها في غير محلها؟ تأويل يعتمد أسلوب التأويل أو التهرب أو التملص أو المماطلة ونحو ذلك أحلام صدق قامة الإمامة تثبت بالأحلام ونحن قد تطرقنا لهذه الدعوة السخيفة المضحكة غير مرة وتحدينا هذا اللي يسمي نفسه أحمد الحسن أكثر من مرة كذلك قلنا له إحنا من صفات الإمام المعصوم لأنه هو يدعي العصمة كذلك ويدعي أنه إمام أيضا إمام من المهديين كذلك وله خصائص الأئمة تماما فقلنا إنه من خصائص الأئمة كما في مستفيد الروايات أنه مثلا لا يرى له ظل يعني إذا خرج تحت شعاع الشمس فإنه لا ظل له لأنه نور بالأصل نور يقع على نور لا يكون ظلا فتحدينا قلنا لا تعال اطلع أنت في وضح النهار وتحت الشمس أنت إذا في البصرة البصرة هم شمس هزينة مو مثل شمس لندن اللي كلها مغيمة فممكن يشتبه الأمر لا اطلع تحت الشمس خلي نشوف ونبعث لك تغطية تلفزيونية يصوروك بلحظة واحدة إذا طلع بالفعل ما إلك ظل نحن نصدق ونؤمن فتهرب من ذلك من مختصات الإمام المعصوم كذلك أنه إذا مشى على التراب فإنه لا أثر له في حين إذا مشى على حجر فإنه يترك أثرا يصير يطبع على الحجر قام رد علينا استهزأ بذلك وقال يعني الإمام المهدي ما كان يحضر في بيوت الناس والبيوت فيها كاشي فهل كل هاي الكاشي تكسر شوف يعني عقل طفل جاهل هو هو حتى عربي ما يعرف واحد عامي جاهل مخربط استغل حالة النفور الموجودة من الحوزة والعلماء مع الأسف عند بعض الناس فقدانهم الثقة بالحوزة والعلماء فاستغل هذه الحالة كون لهم بديلا وهذه كلها محاولات شيطانية شيطان دائما كما مر معنا في هذه السلسلة وكما مر معنا في السلسلة الأسبق قبل سنتين في شهر رمضان بعنوان الملفات الإبليسية إحدى وسائل الشيطان لإبعاد الناس عن الحق والهدى هو ماذا تقديم البديل البديل المزيف يعني الإسلام هو هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله يقدم بديل إليه إسلام أبي بكر الإمام الشرعي هو علي بن أبي طالب يقدم بديل لهذا الإمام أئما مزيفين أبو بكر عمر عثمان ومن أشبه كذلك مسألة الإمام المهدي يقدم بديل عن الإمام المهدي أناس يدعون المهدوية أو الاتصال بهذا المهدي حتى يجرفهم إلى عقيدة أخرى وإلى مذهب آخر باطل هذه محاولات شيطانية وقد أنبأنا عنها أئمتنا صلوات الله عليهم والمتفقه يكون محصنا لأنه يكون متربي على إيد الأئمة وعلى روايتهم وأحاديثهم فلا تشتبه عليه الأمور ولا تلبس عليه اللوابس أئمتنا قالوا إن هناك رسلا لإبليس وذكروا بعض أسمائهم كمحمد بن أبي زينب مثلا هذا كان رسول إبليس إبليس في ذلك الزمان ويقول إن إبليس يوحي إليه أشياء يناديه أحيانا في عقله الباطن يخليه يتحرك طبقا للخطة التي رسمها إبليس هذا الذي تسمى بأحمد الحسن هو رسول إبليس المعاصر أنت الآن يا من يمكن أن تشتبه في أمره طالبه بهذه العلامة هذه إحدى العلامات طالبه هكذا علمنا أئمتنا عليهم السلام لو رجعنا إلى الكافي الشريف في باب الغيبة نجد هذه الرواية مثلا عن مفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لصاحب هذا الأمر غيبتان إحداهما يرجع منها إلى أهله وهي المؤولة بالصورة والأخرى يقال هلك في أي واد سلك وهي المؤولة بالكبرى والتي نحن فيها إلى اليوم قلت الآن المفضل بن عمر يسأل إمام الصادق عليه السلام كيف نصنع إذا كان كذلك يعني بالنتيجة رح يطلعون عندنا مدعين ويقولون نحن الإمام نحن الإمام المهدي أو عندنا اتصال بهذا الإمام المهدي فماذا نصنع حينئذ قال إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله عليكم السلام ورحمة الله من بين تلك الأشياء التي يجيب فيها مثله أي مثله من الأئمة السابقين عليهم السلام أنه نأتي بمال نقول تعال اكشف لنا كم هذا المال ما صفاته مثل الرواية اللي مرت معنا شوف ألف دينار منها عشرون دينارا شنو كانت ممسوحة مطلسة أو عشر عفوا عشر دنانير مطلسة ممسوحة النقش بالدقة ما أدري مبلغ شقد قال معك ثلاثون دينارا في خرقة خضراء منها دينار شامي وخاتم كنت نسيته حتى خاتم انت ناسي خليه ضمن هذه الخرقة وانت ما تدري بها الدقة بها الطريقة تعال انت أحمد الحسن انت تعال أرينا مثل هذا البرهان لا حتى ساحر ما يقدر ما يقدر زين أرينا مثل هذا البرهان يعني إذا كنت ما تريد تطلع أمام الملأ مع أنك تدعي أننا في عصر الظهور هو يقول خلص صار ظهور ظهر الإمام المهدي وأنا ابنه هو الذي وكلته بالأمر يعني زين خلص هو شنو يمخطط على شنو أنه خلص الناس بعد تنسى الإمام المهدي عليه السلام وتروح تمسك بمن سماهم المهديين اللي هو وأبناءه يمشون سلالة أخرى يعني عرفتش لون مذهب آخر جديد مثل إسماعيلية مثل الزيدية دي يكون هكذا مذهب نفس الخطة الشيطانية التي عمد إليها إبليس في الأزمنة السابقة فتكونت هذه المذاهب انشقت عن التشيع الأصيل وساقت الإمامة في آخرين إلى أن وصلتها إلى آغا خان آغا خان هل تعرفوا زعيم لا زعيم الإسماعيلية مو ذول البهرة الفرقة الأخرى آغا خان معروف إمام الإسماعيلية موجود هذا واحد بين الملاهي وبين المسخرة في الدول الغربية هو يتنقل نعم إيه يمكن ذولك المستعلية وذولك النزارية يمكن أو العكس فانشقت هذه المذاهب الحمد لله هذا جيد للغربلة للتصفية هذا شيء جيد أيضا لكن تكليفنا ما هو إتمام الحجة لا أكثر هذه محاولة الآن في هذا العصر لشق مذهب مبتدع جديد عن التشيع وهو مذهب اللي يسموه مذهب اليماني اليمانية المهديين سميه ما شئت وعادة تجد أن هؤلاء يكونون من الجهلة يعني واحد ما يعرف يقرأ القرآن الحكيم جيدا يخطئ في اللغة العربية يخطئ في النحو يخطئ في الصرف والمشكلة شنو جاء لأنه علم أنه قد أخطأ وفاحت ريحته مثل ما نقولون قام يدعي أنه أصلا المعصوم لا يكون معصوما في اللغة ما يكون ملازم يكون معصوما في اللغة زين أو ليس معصوما من السهو وكل شوي يتناقض أقاويل كثيرة الآن لا تهمنا إحنا نريد شنو الضربة القاضية مثل ما يقولون نحن سلمنا أنك ما خرجت تحت الشمس حتى نرى لك ظل أم لا لأنه مثلا وضعك الأمني ما يسمح مع أنه إذا الله يريد يحميك في مثل هذا الموقف وأن تقول الآن تعالوا آمن وأنت الآن لما تدعو الناس يعني صار ظهور صار ظهور خلص أنت تدعو الناس الإيماني بك فلازم الله يحميك في ظهورك تظهر خمس دقائق إيش ناس تشوف ما إليك ظل بالفعل كل الناس تؤمن بك يعني شغلة سهلة سلمنا ما تريد أنت الآن وما كم على الأسف اتصال مباشر أنت متخفي وضام نفسك بس هذه الوسيلة سهلة الآن هذه الآن وسيلة سهلة أنا عندي هذا شوفوا شكية حلو هذا بفلوس مزين هذا شنو هذا صدقات إحنا بالبيت يعني يوميا نخلي صدقة من هذا فين لما يمتلئ نسلمه للأخوة هالمرة راح نسلمه لأحمد الحسن من زين هالمرة راح ننطيله شريطة لازم إن شاء الله هو يسمعنا أي أحد عنده اتصال معه من أتباعه من الناس اللي يعرفون كيف يمكن الوصول إليه هو عنده مكاتب أنا سام عنده مكتب حتى بالنجف الأشرف موشكل عندهم أرقام وعندهم يمكن قناة فضائية أطباع بالقطيف بعد يلا عادة نهل القطيف نحن نضرب بهم مثل أنهم ناس مثقفين أذكياء بالنسبة لشيعة الخليج ما أقول بالقطيف يعني يروحون يصدقون بهذا الجاهل هذول يعلموا لغة عربية هذول يعلموا الدين هم مواحد عامي جاهل ما يعرف كوع من بوع المهم حتى يبطل السحر مثل ما نقول وينتهي الموضوع نهائيا هذا أنا نفسي ما أدريش قدبي أنا نفسي ما أعرف لأنه ما أقعد أحسب أنا يومين أخلي باب وبعدين أقدم للأخوة خلص صدقات عامة نخلي فهو أرقامنا موجودة خلوا الأرقام مع الشاشة من الآن يقول بالضبط هذا المبلغ جد وكذلك شنو تفصيله يعني هذا عبارة عن فئات من العملة صحيح فئات لا لا لازم نفس الإمام سلوه عن أشياء يجيب عنها مثله صحيح هذا في فئات يعني أكو فئة ما أدري عشرين بنس أكو خمس بنس أكو ما أدري باوند أكو كذا فئات أكو به صحيح هذه هم لازم يفصلها إلنا إذا قال أنه بالضبط هذا المبلغ كم وبالتفصيل الدقيق نجيب كاميرا هنا نخليها نكبل الموجود في هذه العلبة على الطاولة هنا على هذا الميز ونحسبها بدقة إذا طلع صحيح هم رح يربح هذه هاي أول نقطة والأعظم من هذا شنو أنه رح يثبت للعالم أجمع أنه إمام وأنه بالفعل ابن الإمام المهدي إذا ما يعرف خليس الأبو الإمام المهدي عليه السلام صحيح الإمام المهدي هكذا كان يصنع مع الناس يبين لهم بالضبط كم المبلغ الذي بعثوا به إليه وبالدقة ويربح كذلك أنه هذا المكان شوفوا هذا المكان الضخم كله القلعة الرافضية في لندن ماكو أرض فدكن الصغرى وما عليها مسجد المحسن عليه السلام وكل إمكانه كلها رح نسلم إليه ونقول لا تفضل وجمهورنا الواسع هذا الذي يعتقد بنا واللي مولنا بالملايين كذلك وما يريد هالملايين كلها رح يؤمن بك أحمد لا تطوف الفرصة خوش فرصة صدقني فرصة ذهبية بس قللنا هذا شقد وشنو تفصيله وعلى الهواء زين أنا أريد منعدكم شنو أنتوا الرافضة لأبرار دق عليه عندنا يومين إلى العيد مو الشكل يومين أريد بهذا اليومين دقوا عليه شوفوا أرقامهم تلفوناتهم سووا إعلانات التحدي الكبير التحدي المزلزل ما أدري شنو هالشكل حتى تقام الحجة دقوا عليه وعلى ما أدري أتباعه وعلى اللي يتكلمون باسمه وتحدوهم وقلوا هذه هي الأرقام واتصلوا واختووا تصاميم بالإنترنت ونشروها هنزين ولا تقعدون راحة أبدا يومين إلى العيد حتى العيد يصير عيدين إذا فشل إذن لا إمام ولا بطيخ إذا ما استطاع أو قال رقم آخر وتفصيل مو دقيق عن هذا الموجود فإذن هذا شنو كلاوشي هذا هذا لا إمام ولا بطيخ وستظل وصمة عار عليه وسينفض عنه أتباعه لأنه تحدي قائم وإحنا المعلوم عندنا أن إمتنا عليه السلام في مقام التحدي الذي يتوقف عليه الحق أو الباطل مستحيل ينكسون شوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحدية بماذا بكثير أشياء قريش تحدث قال شق القمر شوف شغلة صعبة تعال شق لنا القمر استجاب شق لهم القمر نصارى نجران تحدوه بالمباهلة استجاب للمباهلة يعني ما ينكس وهذه بالفعل فرصة حلو يعني هذه لماذا ترفض لماذا لماذا يرفضها الله عز وجل لماذا يرفضها الإمام المعصوم أحمد أحمد الحسن هذا ليش يرفضها لماذا فرصة جيدة وسهلة اتصال واحد على الهواء أرقامنا موجودة خليلان يتصلون يقولون يا ببلغنا الإمام أنه هذا هو شون هذا الخادم كان يطلع لهؤلاء نقلنا الروايات يطلع الخادم يقول معك كذا بالتفصيل من فلان من فلان وبالتفصيل الدقيق المبلغ يصفه تماما ويطلع كما قال بالضبط إحنا ما نريد نختبره نروح نكتب له كتاب بخط بالإصبع بدون ما هذه صعبة هذه صعبة عليه بس هذه سهلة وهاي شوفها شوف يمكن تقدر تقدرها بالتلفزيون يمكن تقدر تطلع شوف هالشكل باوع من جوانب الثلاث شوف ما دري تتبين لو لا تبين بالش شي اسمه يلا شوف صوتها صوتها شوف صوتها طلع قول المبلغ شقد وفضها كل الأمة رح صور زلزال زلزال عالمية رح يصير الصحف والأخبار وسائل الإعلام أنه شيء معجز غير مسبوق الطلاع على الغيب صار وأنه جاء بالدقة بالضبط وبنفس المبلغ وبالتحديد أنه من هاي الفئة هذا القدر ومن هذه الفئة من العملة هذا القدر ومن هذه الفئة من السكة هذه من هذه العملة هذا القدر بالدقة وعندك مجال يومين إلى العيد إلى العيد عندك مجال إحنا موجودين الليلة والليلة المقبلة إن شاء الله تعالى الليلة المقبلة رح تكون ليلة الثلاثين مو فإما إلى الليلة المقبلة عندك مجال وإما إلى ليلة ثالثة إذا ما ثبت يعني إحنا حتى إلى ليلة العيد إن شاء الله موجودين بإذن الله تعالى فعندك مجال إلى ليلة العيد هم تربح هذا المبلغ هم تربح مبالغ ضخمة لمولوننا ومشاريعنا بالملايين كلها راح تروح إليك وراح يصير إليك أول مركز في بريطانيا بعد الشيء تريد هذا كله نسلم إليك كله إليك روح أخذه والناس يؤمنون بك ويبين بالفعل أنت إمام وأنت ابن الإمام واليماني والما أدري السفير والحجر الأسود لأنه يقول أنا أهم الحجر الأسود وأنا اللي فديت عيسى المسيح عليه السلام وأنا ما أدري الأول المهديين وأنا ابن الإمام وأنا اليماني وأنا بتاع كله كله ببعضه عرفتش لون يلا هذا الآن موجود طينة قل لنا شقد يصير هاي بسيطة مواشكال ترجمة نانسي قنقر